إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة أن أجرت يوم أمس 24618 فحصاً للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا وبينت الوزارة أن نتائج تلك الفحصات أظهرت تسجيل 1419 حالة قائمة جديدة ليصل العدد الإجمالي للحالات القائمة إلى 7807 حالات منها 16 حالة تتلقى العلاج بالمستشفى وحالتان اثنتان في وحدة العناية القصوى هذا ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال اليوم كما أعلنت وزارة الصحة تعافية 313 حالة إضافية